أعزائي المشاهدين نود أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن علم من أعلام العراق عاش بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومع أنه ألف مكتبة كاملة من الكتب لكنه لم يتعلم ترجم له أحد ولا نعرف سيرته إلا من خلال مؤلفاته نفسها ذلك هو عبدالله بن إبراهيم الغملاس العالم الذي عاش في مدينة أو بلدة الزبير في تلك الفترة وشغل بعض الوظائف الشرعية فيها وألف وألف في هذه المدينة عدداً كبيراً جداً من الكتب المهمة ضاع كثير منها خلال وقت قريب يعني في بعض الحوادث التي مرت بالعراق في الآمنة الأخيرة وبقي منها شيء قليل لكن هذا الشيء القليل مهم تماماً ويستحق أن نفرد هذه الحلقة للكلام عنه إن شاء الله عبدالله بن إبراهيم الغملاس ولد في مدينته الزبير في مدينة أبائه وأجداده كان والده قاضياً في المدينة وكانت أسرته آل الغملاس تحظى باحترام من أهل البلدة نظراً لما تولده من وظائف شرعية ولما تمتع بها أولئك الآباء والأجداد من ثقافة ومن علم كان والده مدرساً أيضاً في مدرسة الجويحس التي هي أحد أبرز مدارس الزبير ونشأ ابن الغملاس يعني عبدالله في هذا الجو التقافي في بلدة صغيرة لكنها كانت متدفقة حياة كما نلحظ ذلك من مؤلفاته التي سنشير إليها تزوج ابن الغملاس شاباً ورزق بثلاثة أبناء توفي بعضهم في حياته وتولى التدريس وكانت علاقاته مع أهل مدينته قائمة على احترام ظاهر تماماً يعني مدينته لم تكن تخلو من الصراعات بين الأسر والنزاعات وغير ذلك لكن ما سجله عن هذه النزاعات كان واضح أنه كان محايداً تماماً لم ينحز إلى هذا الجانب أو ذاك مما يمكن أن نسميه روح المؤرخ الحقيقي يعني الذي يبقي رأيه الشخصي بعيداً عن ما يسجله في كتابه سجل وقاع عصره وواضح أنه لم ينحز إلى هذا الجانب أو ذاك في كل ما سجله من تلك الوقاع كما أنه كان وطنياً في أحاسيسه لأنه يذكر أكثر من مرة أن ما يكتبه يمليه عليه حب وطنه يعني دوافعه لم تكن لإرضاء هذا المسؤول أو للظفر بهدية أو مكافأة من ذلك الإنسان وجيه أو غير ذلك كان يكتب بدوافع وطنية قوامها محبة بلدته الزبير والمنطقة التي حولها البصرة وغيرها وهذا أمر حقيقي يميزه عن كثير من المؤرخين الذين كانوا يكتبون للحصول على مكافأة من هنا وماذا يفعل يعني هو يكتب ويهدي كتابه إلى هذا الأمير أو ذاك يعني طمعاً بمكافأة أو للتقرب إليه إلى غير ذلك لكن هذا الرجل كان مع أنه يعيش في مستوى يعني لا يمكن أن نقول أنه مستوى يعني من الغنى بمستوى الغنى يعني ولكنه كان من أسرة وسطى لكنه دوافعه كانت تتسامى على الدوافع المادية ويكتبوا حباً بمدينته وحباً بسكانها كما سنرى شارك المكة المرة الوحيدة التي انحاز فيها تماماً هو حينما احتل البريطانيون أو بدأ البريطانيون باحتلال البصرة وأثناء الحرب العالمية الأولى وجد نفسه منحازاً تماماً لأبناء وطنه ونحن نتفهم أن هذا هو الانحياز المشروع وسجل وقاع الاحتلال البريطاني والمعارك الأولى التي خالتها القوات المقاومة في البصرة وفي الشعيب وفي غيرها ضد قوات الاحتلال سجل هذا وتوفي عام 1935 يعني شهد مرحلة ما من العهد الملكي أيضاً في العراق وسجل هذا الانقلاب المهم من العصر العثماني من عهد الإدارة العثمانية إلى عهد الاحتلال البريطاني إلى عهد الدولة العراقية الحديثة سجل هذه الانعطافات على نحو واضح ونحو مهم بحيث تعد مؤلفاتها هذه ليس من الناحية السياسية هي مهمة من الناحية الاجتماعية هو رصد المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في هذه الفترة المهمة من تاريخ العراق من أواخر العهد العثماني الثلث الأخير من العهد العثماني والثلث الأول من العهد التالي يعني القرن العشرين إلى عام 1935 ربما كانت حياته عادية في مظهرها ولكنها كانت غنية بما خلفه هذا الرجل من آثار علمية وثقافية وأدبية مهمة وخطيرة للغاية هذا الرجل أرخ لمدينة الزبير في كتب مهمة كل كتاب يقع في مجلدات كان متفرغا يعني يملك من الوقت ما نجح بالاستفادة القصوى منه في جمع كل صغيرة وكبيرة من تاريخ جزء عزيز ومهم من العراق بل ومن أطرافه يعني أرخ للقبائل التي كانت تفيد على العراق وسجل تحركاتها بدقة أرخ للطرق التجارية للقوافل التي كانت تصل إلى هذه المدن للعلاقات الاقتصادية والتجارية بخاصة التي ربطت بين الزبير وبين البصرة وبين الكويت وبين إمارات الخليج سجل الأحوال العمرانية لهذه البلدان يعني نحن لا نعرف الزبير إلا من خلال كتاباته كيف نمت وتطورت واتسعت في القرد التاسع عشر لأن المؤرخين وهم قلة جدا لا نعرف مؤرخا زبيريا سجل تاريخ بلده إلا مؤرخ واحد اعتمد عليه ابن الغملاس وفقد ذلك الكتاب لكن يعني الغملاس حفظ لنا من خلال ما سجل شيئا من ذلك المصدر وعداه لا نملك أي معلومات عنه واحد اسمه ابن الدايل كتب يبدو يقول كتب أوراقا في تاريخ الزبير عدى ذلك لم يسجل أحدا تاريخ هذه البلدة وابن الغملاس هو الرائد الأول الذي سجل تاريخ بلدته وما ارتبط بها من مدن كالبصرة والكويت وغيرها أهمية ابن الغملاس أنه كان رائدا حقيقيا لعلم المأثورات الشعبية ما نسميه اليوم الفولكلور علم المأثورات الشعبية كتب عددا من الكتب المهمة التي سجل فيها أدب الأدب العامي الذي كان يعني متداولا وما زال في تلك النواحي حتى أن من كتبه ما سجل فيه شعر نبط الشعر النبطي يعني الشعر العامي المتداول حتى اليوم في الكويت وفي شرق يعني الجزيرة العربية جمع هذه الأشعار وفي كتب كبيرة يعني مثلا يمكن أن نذكر هنا عنوانا لبعض هذه لبعض هذه الكتب مثلا كتب كتابا طريفا تماما المرتبط في النبط هذا كتاب كامل مخطوط سجل فيه الأدب النبطي الأدب العامي الشعبي المتداول في ذلك العصر ربما هو أول من سجل هذا الشعر من أفواه قائليه في كتاب كان رائدا فعلا لعلم الفولوكلور كما يسمى الآن كتب كتابا مهما في الأسر في تاريخ الأسر وكان فعلا أيضا كان رائدا لم يسبق لأحد أن كتب مؤلفا مستقلا في تاريخ الأسر التي سكنت البصرة والزبير وهذه المناطق علم الاختصاص بدراسة الأسر والأنساب كان حديثا يعني كان المؤركون يهتمون بالحوادث السياسية أو ربما بأنساب القبائل لكن أن يؤرخ للأسرة في المدينة لأسر المدن كان هذا أمرا جديدا قام به وكتب به بجدارة حقيقة ابن الغملاس من أعماله الأخرى التي يعني تجدر الإشارة إليها في مجال الفولوكلور أنه كتب كتبا سجل فيها الحكايات الشعبية هذه لم يكن يهتم بها المؤرخون أصلا تسجيل الحكايات الشعبية بلهجتها العامية كان يعرف ما يفعل يعني يعرف أن هذه الحكايات يبدو أنه يعرف أنها ستكون يوما ما مصدرا لدراسة الأدب الشعبي في هذه المناطق فكتب كتابا مهما سماه تبييض الصحائف في الحكايات والسوالف حتى أنظر إلى العنوان الذي يكشف عن طبيعة الكتاب مع الأسف هذا الكتاب فقد ولو عثر عليه وربما يعثر لأنه فقدان مؤلفاته يعني جرى خلال الأقدين الأخيرين من السنين خاصة في 2003 وما حدث وما رافقها من حوادث فقدت مجموعة من كتبه ربما يعتر عليها من كتبه أيضا المهمة نذكر كتابا كتاب سماه مجموعة القصص والحكايات يبدو أنه يشبه كتاب السوالف أيضا سجل فيه جانبا من المأثورات الشعبية التي تختص بالحكايات الشعبية التي تحدث بها يعني النساء أبنائهن الأطفال أو الجدات أحفادهن سجلها هو بكل ناية واهتمام لم يسبقه أحد إلى الاهتمام بهذه الجوانب كما أنه أرخ للمدينة العراقية يعني حينما أرخ لمدينة الزبير أرخ لها كنموذج للمدن الأخرى اهتم اهتماما واسعا بالتأريخ لحركة الأسواق لنمو المدينة للأحياء الجديدة لاندراس أحياء وظهور أحياء أخرى تكلم عن ظاهرة هدم الأسوار التي كانت تحيط بهذه المدن لانتفاء الحاجة إليها الاتساع الذي كانت تحققه هذه المدن في الأرباض أو في الظواحي سجل معلومات مهمة عن نمو المدينة العراقية في أواخر القرن التاسع عشر وأواء القرن العشرين بدقة مشهودة تدل على سعة أفق ظاهرة كتب أيضا مجموعات أو جمع مجموعات فيما سمي بشعر النبط وقد أشرنا إلى هذا هو نفسه كان شاعرا كان شاعرا نظم ديوانا له ديوان كامل وربما أكثر من ديوان واحد هذه القصاد التي نظمها أيضا هي مظلر سد مهم للباحث اليوم لأنها احتوت على إشارات كثيرة إلى يعني الحياة الاجتماعية والحياة حتى العاطفية أيضا كان يتكلم يعني عن الحوادث الغرام المشهورة أو الحوادث التي لها علاقة بما يحدث يعني في هذا المجال ديوانه كان مصدرا وفعلا هو مصدر لدراسة جوالب كثيرة يغفل عن الإشارة إليها المؤرخون عادة ومن المؤسف أن ديوانه هذا واسمه ديوان العشق والعنوان جريء كما ترون أيضا يعدل الآن من الكتب الغائبة لا نقول المفقود الغائبة وننتظر أن يُعثر عليها لتكون موضوعا لدراسة أكاديمية أو لدراسة غير أكاديمية فتضيف مصدرا مهما من مصادر معرفة تاريخ بلادنا في تلك الحقبة التي عز فيها مؤرخو هذه الجوانب المؤرخون كانوا يهتمون في الضوار السياسية وربما العسكرية لم نجد في تاريخ العراق كله في العصر العثماني الذي دام أربعة قرون إلا مؤرخ واحد من الموصل سجل يعني ما يمكن أن نسميها التاريخ الاقتصادي لكن ابن الغملاس كانت معلوماته في الجانب الاقتصادي تزيد على كونه مفتيا أو ابن مفتي كان يتابع حركة القوافل والمضائع والمواد وغير ذلك يعني كان مؤرخا اجتماعيا حقيقيا ومؤرخا اقتصاديا تماما سجل لنا كثير من هذه الظواهر التي هي مهمة الآن جدا للباحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعراق حتى أنه سجل أخبارا كثيرة مما كان يحدث في المدن المجاورة في الكويت مثلا والسبب أن إحدى بناته تزوجها رجل من أهل الكويت فوجد فيها مصدرا يعني كان يكلفها بأن تجمع له فيما يفدو المعلومات عن الحياة الاجتماعية وبعض الجوانب السياسية ليسجلها في كتابه كان يعني يستغل كل شيء من أجل أن يجمع المزيد من المعلومات يقارن و يعني يدرس هذه المعلومات ويسجلها في كتبه حتى أننا وجدناه يسجل حينما يسجل هذه المعلومات يغربي لها حتى أنه ذكر في بعض كتبه يقول وفي تاريخ الفلاني قمت بغربلة ما جمعته وأحرقت أمام مشهد من الناس بعض ما لا يفيد هو حقيقة كان يتلف الوثائق أو المعلومات التي فيها ما يضر تلك الأسر يعني لرهافة حسه و مراعاته يعني للجوانب الاجتماعية كان يتلف بالإحراق بعض ما كان يعني يتجمع لديه من معلومات في المرحلة الأولى كان يجمع كل شيء ثم يغربل تلك الأشياء ويسجل ما هو نافع منها أو ما لا يضر أحدا في كتبه الكثير التي سجلها كتبها كتبه هذه كلها عدى كتابين لم تنشر عدى كتابين الكتاب الأول تاريخ نشر تاريخ ولاة البصرة ومتسلموها تاريخ ولاة البصرة ومتسلموها نشر في الستينات من القرن الماضي وأصبح مصدرا على صغره يعني هو رسالة لم تكن كبيرة وكتاب ضخم قمنا بتحقيقه ونشره وصدر في غير طبعة واحدة في طبعات بعنوان سميناه تاريخ الزبير والبصرة ومع استطرادات في تاريخ الكويت وقد سجل فيه هذا الكتاب حقيقة عمل كبير يعني لأن سجل فيه الأسر التي سيكون لها شأن فيما بعد في الحياة الاقتصادية في الخليج العربي وفي مجالات كثيرة سجل هو تلك الأسر حينما كانت تعيش في بلدته وأشياء أخرى كثيرة احتواه هذا الكتاب وغير ذلك أعزائي المشاهدين يعني ننتقل إن شاء الله في الحلقة المقبلة للحديث إلى علم آخر من أعلام العراق فإلى لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة